أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمما بعد أحبتي في الله أبنائي وبناتي على هذه الشاشات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يسعدني أن أكون ضيفا عليكم في هذا البرنامج إيمانيات التي ربما إن شاء الله نحاول أن نلمس فيها القلوب لمسا رقيقا ونحركها نحو اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى في عالم الحواجز الكثيرة التي ترتبط أو تشد الناس إلى المادة وإلى عالم المادة حتى تصنع حجبا كثيفة عند قلوب الكثيرين فأنا أريد أن أجلي متى هذه الأمور برقائق في دقائق معدودات عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفع بها الكبير والصغير والذكرة والأنثى طبعا أنتم تعلمون أنني حريص دائما على إضاح أمرين همين على مدى أكثر من خمسة واربعين عاما منذ أن أكرمني الله باعتلاء المنابر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الأول توثيق الصلة ما بين المخلوق والخالق وبالذات المسلم يجب أن يوثق صلته بخالقه وأن يحبه وأن يرجوه وأن يخشاه الأمر الثاني دائما أتكلم عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان يعني أينما كان وكيفما كان ويعني الذي أريد دائما أن أركز عليه وقد ينساه البعض أننا نتحدث كثيرا عن الرسول العابد وهذا كلام جميل أن نعرف عبادة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكر الله كيف كان يعبد الله لكن ربما ننسى أن نركز على شخصية الرسول الإنسان السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه قضية البشرية هذه قضية الأنسنة هذه أنا دائما أحب أن أركزها عليها لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام فإذا كان القرآن هو النص فالرسول في سلوكياته هو تفسير هذا النص وتوضيح هذا النص وشرع هذا النص من طريقة تعامله مع المحبين له والكارهين لدين الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الضارمين كانوا بآيات الله يجحدون اليوم في هذه الحلقة ألمس شيء مهم جدا كان وينسب إلى علي رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس من خوف الفقر في فقر ومن خوف الخوف في خوف كل الناس على وجر كل الناس في حالة خوف حالة رعب نعيم أهل الجنة أعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولهم يحسنون يعني لا خوف من بكرة ولا يحسن على الماضي المؤمن في الدنيا إن لم يستشعر هذين إن لم يستشعر المؤمن هذين الأمرين سبحان الله في حياته لن يعيش في جنة الدنيا الدنيا فيها جنة ما هي جنة الدنيا ألا أخاف من الغد ولا سبحان الله العظيم أحسن على الماضي الناس عندما ينامون بالليل مع أن نعم الله قد غمرته أكلوا وشاربوا وسوتروا ومن أمس آمنا في سيربه معافا في بدنه عنده أقوط يوم فكان ما حيلتها الدنيا بحذافيرها الشيطان لا يتركه ينام هادئا ماذا يصنع الشيطان معه؟ يفتح له الصندوق الأسود هو صندوق الذكريات يتذكر أيام بؤسه وأيام رسوه يعني يبحث على العمل وأيام فقره وأيام أن استغنوا عنه في العمل وأيام أن عاش أياما عجيبة في خروجه مثلا من قرياته أو من مدينته أو من وطنه إلى هذه الأمور الناس سبحان الله أريد أن أركز يعني لكل المشاهدين والمشاهدات أنا أرى كن ابن وقتك لا تحمل هم الساعة التي بعد هذه الحلقة ليه؟ لأنها بيد الله قل إن الأمر كله بيد الله قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء حملها على الله ومن يعني كان حمله ومن اعتمد على الله سبحان الله العظيم كان الخير كله شوفوا من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عزه ذل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على عقده اختل ومن اعتمد على الله ما ذل وما ضل وما قل وما اختل انت خذك مع الله لما كن مع الله يقول الله معك يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انت أحسن إلى نفسك بإيه؟ بأن تتق فيما عند الله بالله عليه أنت كنت جنينا في رحم أمك من الذي كان يرزقك؟ هل رزقت بعلمك وأنت جنين؟ هل رزقت بعزوتك وقبيلتك؟ هل رزقت لأن خالك الوزير الفلاني وأبوك الأمير الفلاني؟ أنت رزقت من كمال فضل الله ومن جلال فضل الله ولا يعني الله عز وجل من كرمه لا ينتظر سبحان الله لو أطاعه السبعة مليارات ونيف الذين يعيشون على هذه البسيطة ما زاد ذلك من ملكه شيء ولو أن السبعة مليارات عصوه عز وجل ما نقص ذلك من ملكه شيء في آخر الحديث القدس يقول يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم تحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمل الله ومن وجد شرا فليلومن إلى نفسه هذا أساس العقيدة أنت متوقع أنت مخلوق لله أنت عندما تقول في صلاتك خمس مرات في تكبيرك الإحرام الله أكبر ما معنى الله أكبر؟ ما معنى رفع يدينها كذا؟ أنت تحمل الدنيا التي تشغلك وتحزنك تحملها على ظهرك كفيت من بذ تقديل شأنها وتلقيها خلف ظهرك وتقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء والحمد لله رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته